للدين نور يهدي الحائرين السائلين إلى الطريق المستقيم يكشف الحقائق الغائبة ويجيب على المسائل الشائكة لفتح الآفاق الضيقة وإنارة العقول المظلمة والمتشككة وطمأنة القلوب الخائفة نتحاور مع الأبناء والآباء مع الشباب والشيوخ نستمع إلى كل التساؤلات التي تشغل بالهم والتي تؤرقهم بدون قطوط حمراء ولا وصاية من أحد حتى نصل معا إلى نقطة التلاقي موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وآله وصحبه ومن ولا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وفضل بعضهم على بعض ورفع قدرهم واجعلهم سبباً لهداية الناس وختمهم بسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجعل الشهادتين علامة لقبول الإنسان لهذا الوحي المبارك الذي أرشد الله به البشرية والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً حديث مهم لأنه يبين لنا أن الشهادتين من أركان الإسلام من الأعمدة التي يبنى عليها الإسلام من الأبواب التي ندخل منها إلى الإسلام كأنهم خمسة أبواب أو كأنهم خمسة أعمدة وبني عليهم الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله عرفنا أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق والخلق مثلناه وتصورناه في صورة دائرة يعلوها العرش والله خارج هذه الدائرة وهذه الدائرة فيها الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والله سبحانه وتعالى لما خلق الأرض والسماء وخلق الإنسان لم يتركه هكذا وحده بل أرشده بيّن له الخير والشر بيّن له الحق والباطل بيّن له الحلال والحرام أرسل الرسل أول الرسل كان سيدنا آدم أبو البشرية والذي خلقه الله سبحانه وتعالى مباشرة وخلق منه زوجه فخلق الإنسان بالذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إذن يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا خلق الله سبحانه وتعالى آدم وحواء وكون منهم الأسرة وأنجبوا أولادا كثيرة ونحن من بني آدم ولا زال إلى اليوم الذكر والأنثى يتزوجان ويخلفوا أولاد وتتكون الأسرة كل هذا أرسل به الرسل فأرسل سيدنا آدم وأرسل سيدنا إدريس وأرسل سيدنا نوح وأرسل سيدنا إبراهيم شجرة أنبياء كبيرة ختمت بسيدنا محمد سيدنا محمد طلع الأول يعني اجتهد ونفذ وفضله الله سبحانه وتعالى ووفقه فجعله مثالا يحتذا وقال فيه نطلع الأول وإنك لعلى خلق عظيم كل الأنبياء كويسين وحلوين لا بد نؤمن بيهم كل الأنبياء مقربين عند الله ودعاهم مستجاب كم عدد الأنبياء دول الأنبياء اللي جم إلى البشرية مية أربعة وعشرين ألف نبي مية أربعة وعشرين ألف نبي نعرف منهم كام نعرف منهم حوالي خمسة عشرين بس خمسة عشرين بس اللي موجودين في القرآن طب هو ربنا ما ذكرش في القرآن الأنبياء اللي بقين السؤال هو كتب الحاجات دي في القرآن مية أربعة وعشرين ألف نبي دولة دليل التليفونات فيه كان زمان حاجة اسمها دليل التليفونات كبير كده فيه أسماء الناس اللي عندهم تليفونات مية أربعة وعشرين ألف لو قالهم لك أنت بيش هتستفدي منهم حاجة هو ذكر لنا اللي نخلي القصص بتاعهم وما حصل معاهم في حياتهم حاجة كويسة نستفيد منها يبقى إذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله زي سيدنا موسى مية أربعة وعشرين ألف نبي كام واحد فيهم بقى رسول النبي ده درجة والرسول درجة أعلى من النبي تلتمية واثناشر واحد نبي رسول بس كل رسول يبقى نبي لكن مش كل نبي يبقى رسول طب مين فيهم اللي أصبح النموذج الأمثل لما أمر الله سبحانه وتعالى وليما أراده من العبادة سيدنا محمد يبقى حد يجي يسألني ويقول يشمعنا ويش عجب أن سيدنا النبي هو يطلع نمر واحد لأنه عمل يعني جاوب على كل حاجة وعمل كل حاجة عايزين نسمع منكم حول هذا حول النبوة وحول الرسالة وحول الوحي الوحي لما جلنا جاب لنا البرنامج بقى قال لنا يا جماعة صلوا خمس مرات في اليوم وقبل ما تصلوا لازم تتوضوا ولما تيجوا تصلوا تستنوا وقت الأزان عشان تصلي الدور وبعدين أزان العصر وبعدين أزان المغرب وبعدين أزان كذا وقولوا في الصلاة اقروا الفتحة احفظوها وكذا وكذا انت حفظ الفتحة طب الحمد لله مين اللي حفظ الفتحة كلكم بقى حفظين الفتحة لازم نقراها في كل ركعة من الركعات عايز أسمح أسئلتكم حوالين الحكاية دهية طب يلا أقول هو لي ربنا اختر سيدنا محمد الرسول الوحيد اللي انزل عليه القرآن هو أنزل كلام لا أنزلوا على كتير من الرسل فهناك كلام نزل على سيدنا موسى وسموه الطوراء وهناك كلام نزل على سيدنا عيسى وسموه الإنجيل هناك كلام نزل على سيدنا إبراهيم وسموه صحف إبراهيم سيدنا داود الزبور هناك وهكذا هناك كلام نزل على سيدنا شيث والشيث ده هو ابن آدم سموه صحف شيث إذن مش النبي فقط هو اللي نزل عليه الكلام الكلام نزل على أنبياء كتير اتفضل وليه البراق نزل مرة واحدة في رحلة الإسراء والمعاراج على سيدنا محمد واختفى تاني برضو البراق نزل لأنبياء كتير ولكن هو نزل لسيدنا محمد علشان يقوم برحلتين الإسراء والمعاراج وحكاية أنه هو اختفى هو مش اختفى هو خلاص أنه بوه خلصت والرسالة خلصت فما فيش حد ينزله لأنه النبي كان آخر واحد في الرسالة ليه ما خلاش خلال حيوانات التانية تفضل موجودة إلا هو لأنه ده خاص بالأنبياء هو فيه نبي بعد سيدنا محمد لا طب هو هيفضل لمين هيفضل أنت فاكر أنه هو يفضل ليك طب أنت مش نبي طب هتبقى نبي إن شاء الله مش هتبقى نبي مين اللي قال كده لأن سيدنا محمد آخر نبي ولذلك يلزموا بقى أنه يتوجد إذا كان الناس اللي هو نازل ليهم مش موجودين خلصوا آخر حد كان سيدنا محمد فيبقى إذن هو ما يكونش لي لازمة في هذا طيب اتفضلي هو إيه الفرق ما بين النبي والرسول الفرق بين النبي والرسول إن النبي بيوحى إليه فهمه وينزل عليه الوحي ممكن لنفسه بس يعني ربنا ما يقولوش بلغ الناس قل للناس علم الناس هو يصد إلى درجة النبوة والوحي ربنا يرشده يعبد ربنا إزاي ممكن هو والأسرة بتاعته زوجته وأولاده ممكن إنه هو والأسرة بتاعته والشارع اللي هو ساكن في إيه كان زي بقى أنبياء بني إسرائيل كان بيحصل معهم كده ممكن هو والمدينة اللي هو أرسل إليها بس المدينة فقط فلما يرسل في مدينة معينة يبقى المدينة كلها يروح يقول لهم أنا نبي وكذا إلى آخري الرسول لا بقى الرسول للقوم كلهم لكل لأمة كبيرة فسيدنا موسى أرسل لبني إسرائيل بني إسرائيل دول كانوا كتار أرسل إليهم سيدنا المسيح أرسل لبني إسرائيل كانوا كتار أمة كبيرة جدا ولذلك الفرق بين النبي والرسول أن النبي ممكن يكون الإطار بتاعه الدائرة بتاعته محدودة كده لكن الرسول ممكن يكون الإطار بتاعه كبير جدا لغاية ما يشمل البشرية كلها زي ما سيدنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كل الناس أرسل إليهم النبي فيبقى رسول ناخد سؤال تاني تفضل هو ليه ربنا اختار سيدنا محمد يكون خطم الأنبياء هو ليه ربنا اختار سيدنا محمد يكون خطم الأنبياء لأن الرسالة بتاعته تصلح للبشرية إلى يوم الدين إلى يوم القيامة نعم يلا أقول هو ليه سيدنا محمد نقول عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نعمل صلة بيننا وبينهم أن احنا نحبه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي ربنا بيصلي عليه والملائكة بتصلي عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يبقى ده من أجل إيجاد حب بين محمد وبين الأتباع بتوعه اللي أمنوا بيه طب تفضل هو سيدنا محمد كان بيهزر مع صحابه كان بيهزر آه مع صحابه ها يلا قول مضرية الشيخ هو سيدنا محمد هيشفع لنا كلنا في يوم القيامة مش هيشفع لنا وبس ده هيشفع لكل البشرية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين هيشفع لكل البشرية سواء البشرية دي آمنت به أو لم تؤمن به هيشفع للجميع شفاعة عامة كاملة طيب قولي ليه ربنا خلق البشر وهو عارف ان هم ليهم حساب هم اللي هيعمل ايه هو خلق البشر علشان يدخلهم الجنة وخلق البشر وقال لهم صلوا وصوموا انت عايزت تدخل الجنة بتصلي متأكد انك بتصلي عينك في عناي اكيد بتصلي طيب الصلوات كم صلة خامسة خامسة اللي هم ايه صبحة والدهر وعصر ومغرب وعيش صاح طيب العيشة كم ركعة أربعة طيب كويس يبقى بتصلي صحيح طيب قولي وليه ربنا اختار سيدنا محمد يبقى اخر النبي علشان ذاكر وعمل الواجب اللي عليه وعمل احسن واحد طلع الاول فربنا سبحانه وتعالى لما هو طلع الاول خلاه افضل نبي طيب قولي ليه ربنا خلاه سيدنا محمد ما بيغلطش لا هو مش القضية كده انه هو خلاه ما بيغلطش ده هو النبي مغلطش ولذلك هو بشر قل انما انا بشر مثلكم ولكن يوحى اليه فسيدنا النبي ربنا سبحانه وتعالى اختبروا فنجح فدخلوا في امتحان تاني فنجح فشوفوا هو هيصلي ولا مش هيصلي فناجح فاجه كان يقوم الليل فالسيدة عائشة بتقول له لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك او متى اخر لزمه ايه بقى الصلاة فقال افلا اكون عبدا شكورا فخلي بالك من الحتة دي انه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده همة فياجب علينا كلنا ان احنا يبقى عندنا الهمة دي لقد كان لكم في رسول الله وهي اسوة حسنة لمن كان ارجو الله اليوم الاخر وذكر الله كثيرا انت عندك سؤال طب قول هو ليه ليه ربنا خلى سيدنا محمد قصدي خلى الانبياء كلهم يعني هما ما يغلطوش لانهم اجتهدوا ذكروا نجحوا نعم تفاضل ليه ربنا ما خلاش سيدنا محمد يعيش لغاية دلوقتي دي كان انت تبقى ورطة كبيرة لانه كل ما هو عايش عليه الصلاة والسلام كل ما الوحي نازل كل ما الدين بيتسع والاوامر بتكتر والتكاليف بتكتر ده تخيل منك يا جدع انت ده حاجة غريبة جدا قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي اعمالكم فان وجدت خيرا حمدت الله وان وجدت غير ذلك استغفرت لكم لما سيدنا محمد نزل قال لنا صلوا وصوموا وزكوا وحجوا تكاليفة هي اوامر هي لو عاش كل سنة بقى ان شاء الله بدل ما يبقى فيه اربع اوامر خمس اوامر يبقى سفيه سبعمائة امر يبقى الدنيا ما تمشيش فلازم ربنا كتب الموت على كل احد من بني ادم فادم مات نوح مات ابراهيم مات فسيدنا النبي بلغ الرسالة خلصت الرسالة يبقى انتقل الى الرفيق الاعلى فليه ربنا ما خلقوش لغاية دلوقتي رحمة بنا لانه لو كان موجود لغاية دلوقتي كانت التكاليف هتبقى بدل ما هي خمسة تبقى خمس تلاف صحيح اتحرمنا من ان احنا نشوفه صحيح اتحرمنا من ان احنا نتبرك بيه لكن في نفس الوقت رحمة من عند ربنا طب تفضل أول ايه الرسول الغايمة كان بيلمس حاجة مش بتخش النار متصورين ان سيدنا محمد لما يلمس حاجة كده ومن الحاجة دي ما تخشش النار ما حدش قال كده ما هو سلم على المنافقين والمنافقين هيدخلوا النار ما حدش قال كده ما هو شاف المشركين والمشركين هيدخلوا النار ما حدش قال كده طب قول هو ليه ربنا خلق الكفار مع أنه عارف أنهما مش هايسلمهم هما اللي كفروا ومش هو اللي كفرهم هو قال لهم ما تعملوش كذا ويعملو كذا هو خلقهم مع أنه عارف أنهما مش هايسلمهم لا بس هو خلقهم وعطالهم عقل وهو خلقهم وعطالهم اختيار أنت ليه عايز تحرم نحن من الجنة وهو خلق البشرية البشرية دي عطاها عقل واختيار اللي هيطاوع هيدخل الجنة واللي مش هيطاوع ربنا سبحانه وتعالى هيغضب عليه فحضرتك عايز أنه علشان ما يغضبش عليه وميضايع علينا الفرصة طب ليه كده الظلم ده أنا ما هو ما هو الكلام أنه سمعه كده يلا بينا نبحثها واحدة واحدة أنا عايز فرصتي يا أخي عايز أدخل الجنة أنت بتحرمني من الجنة ليه وتقول أنه عايزنا مدام بالشكل ده يبقى ما يخلقش الكفار وبعدين هخلقنا ملايكة طب الملايكة دول ما لهم شعقاب ولا سواب ولا حاجة طيب أنتو كلكوا سألتوا أنتو سألتوا طب سأل يقول كده ليه سيدنا جبريل عشان يعني غسل قلب سيدنا محمد ليه لا أنت عايزة تقولي أنه سيدنا جبريل نزل وشق صدر سيدنا محمد فهل دي حدثة حقيقية ولا حدثة غير حقيقية علشان ربنا يهيئ الأنبياء للنبوة جاتت حكاية شق الصدر فجبريل نزل وأخذ الجزء اللي في القلب بتاع سيدنا محمد اللي كان ممكن بيه يرحم الشرير ويرحم إبليس سيدنا محمد قلبه كله رحمة ربنا خلقه كده طيب كده بالشكل ده إبليس لما يتعرض عليها هرحمه برضه فجبريل نزل شق الصدر وخد في حاجة معينة زي تجلط كده أو زي حتة خدها من القلب بحيث أنه ما يحبش إبليس ما يحبش الشرير لأنه لو تركها كان ممكن يحب كل الخلق حتى الطيب والشرير الطيب والشرير فعلشان يحب الطيب بس نزل وشأ الصدر وشال قدر الرحمة اللي على الشرير علشان يبقى كده تملي طيب يلا تفضل قولي أولا إحنا ليه مش بنشوف الملايكة ما بنشوفش الملايكة زي ما بنشوفش الكهربا فين الكهربا فين الكهربا اللي ماشية في السلك انت شايفها مش شايفها فين الريز الأشعة مش شايفها فين وهكذا عينينا ما ينفعش تشوف الحاجة دي لا الجن ولا الملايكة لماذا الله خلق الحشرات والحيوانات علشان نكون يعمر لأن كل حشرة لها فايدة وليها ساعات أزية فليها ده وليها ده فربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بحكمته وخله شيء متكامل بس معقد للغاية علشان نتأمل ونقول سبحان الله وعلشان نشتغل فنجيب حاجات نافع للزراعة وحيات نافع للطب وحيات نافع لكل حاجة ربنا خلق في السكة ممكن أن احنا نتغلب على الضرر بتاع الحشرات ويبقى خدنا سواب عند الله إلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته